في اليوم الثاني من الجلسات العلنية حول مساءلة الرئيس ترامب سلطت الأضواء على شهادة السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش والتي وصفها ترامب بالمثيرة للمشاكل سعادة السفيرة أظهرت شجاعة في الحضور للإدلاء بشهادتك رغم ضغوط البيت الأبيض أو الخارجية برض الشهادة ورغم شهادتك السابقة وتهديد الرئيس ترامب لك والآن الرئيس يهاجمك ما هو رأيك حول رغبة الشهد الآخرين في الإدلاء بشهادتهم والكشف عن الأخطاء حسنا إنه لأمر مخيف جدا إنه يستهدف إخافتك أليس كذلك؟ لا يمكن أن أتحدث عن ما يرغب الرئيس في القيام به ولكن أعتقد أن الأمر يخيفني كما تعرضت شهادة يوفانوفيتش إلى انتقاد الرئيس ترامب لها في مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكرانية فلودمير زيلينيسكي بقوله ستحدث لها أمور انتبتني صدمة بأن يرد اسمي في اتصال هاتفي بين اثنين من قادة الدول بهذه الطريقة وعندما يقول الرئيس ترامب لزعيم آخر بأنه ستحدث لأمور فتلك لحظة رهيبة وتمثل شهادة يوفانوفيتش أهمية في تحقيق المساءلة للكونغرس بشأن إذا ما كان الرئيس ترامب استغل سلطات منصبه في حجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا وذلك في مقابل إجراء تحقيقات مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ونجلة وفيما ينفي ترامب ذلك يتوقع أن تلقي هذه الأزمة بظلالها على مساعيه نحو ولايته الثانية